السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم سماسيم وسيمو من قناة كوكي هندمي دي زيكوا بنات وعشوني جدا 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 اه قبل ما نعمل اي حاجة عازين نصلى على سيدنا محمد علي افضل رسالة والسلام النهاردة هنعمل البط بطريقتي اه بطريقة والدتي ووالدتك وجدتي وجدتك الطريقة العادية البط البلدي مش بالبرتقان ولا حاجة حلقة تانية ان شاء الله هعملوكم البطة بالبرتقان بيبقى جميل جدا برضو انا جبت البطة هي وغسلتها ونظفتها زي الفل ما فيهاش اي شعر اي سل اي حاجة مفيش جلود مفيش دهون شلت كل الدهون اللي بتبقى عمدى الرقبة واللي بتبقى هنا هو شلت الفشة كيام من جواها معايا تلات بصلات متقطعين في الكبة معايا الكبدة والانصة بتاعت البطة صغير معايا كوباية اللي ربع رز غسلتها ونقعتها وصفتها ومعايا اه يعني زي معلقتين صغيرين كده زبيب انا بحب زبيب قوي مع الخلطة بتاعتها اه هنحط مادة دهنية على النار سمنا بلدي واه وهارجع اه اقول لكم بقى هنكمل ونعمل ايه اه حطت هنا بقى بنات المادة الدهنية هنزل عليها بقى مش بالبصل لا هنزل عليها بالكبدة والقمطات هنزل عليها بالكبدة والقمطات تمام؟ لها بنات نزلت بالكبدة والقمطة الاول على حال خاطر اعملهم زي قدمة هنزل عليهم بالبصل اهو دهنية خليكم معايا هقلت بقى كويس الانا كده هحطة ايه هما البصل والكبدة والقمطة تمام؟ فريحة هنا بطراحة تفتة تفتة وفي زال جدا لما تضبقوا بالكبدة والقمط بالقمطة واحنا هكده بقى هنعمل ايه بنات هنحط ملح وفلفل نحط ملح وفلفل اضفق 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 هنزل عليهم بالزبيب. كمية طبعا بسيطة يعني معناتين بس كالخغيرين انا بسيطة جميل مع الخلطة البط. عفكرة ريحة تجنن. الطعم تحفر. انزل بقى عليهم بالرز. انا مش مقتلة ورزة بنات لان الرز ايه بينفش. علشان ما ينفيش زي ده عن اللزوم في قلب البطة وايه? ويقطع الجلد. انا هعمل كده. نسيبهم بقى كده مع بعض. انا هحط عليهم بس ملحة وفلفل بس. خط اي حاجة تانية. تمام? بصوا كده. بصوا على الخلطة. هسيبهم بقى كده. يستووا كده مع بعض. يعني على موط يا خالص. مش هحطوا مية دلوقتي. عشان بس ياخدوا ريحة كده وطعم. اغطيهم وارجعلكوا تاني. خلاص انا كده بنات غطتها هسيبها بقى متوطع عليها خالص. ولما تبدأ بقى ان هي يعني تطلع ريحتها كده وتشارب سنة لان هي اصلا بصل هينزل ميته. وتشارب سنة هجعلوكم دامي. رجعت لكم تاني يا بنات. خلاص هي بدأت كده ايه تشارب. زي ما احنا شايفين هزود لها اه حوالي يعني ايه مش هقولك نص كوبية مية لا يعني كوبية لربعة. كوبية لربعة مية. اهو بنات. كوبية لربعة مية بقى وهسيب بقى الرز والاة. والكبال والاوانس هسولي الحاجات ما انا هتطع دي بقى. استوى على نار هادية. فتا بتربع كوبية مية ده هنا. لان انا مش عايزة احط الرز هناك. لان مش هيستوى. وبنفس الوقت مش عاوزة اغريه عشان ما يعجنش. تمام? رجعت لكم تاني يا بنات هنكشف بقى على الخلطة بتاعتنا. اهي. اهي. انا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله الخلطة هي ايه. اعتبر استوت. انا بقى عايزها بقى ايه? عشان احشي بيها البط. تمام? هي دي الخلطة اللي انا هحشي بيها يا بنات البطة. تخيلها بقى خلاص من على النار. هو اغطف النار عليها وهبدأ ان انا احشي بيها البطة هوريكم ازاي. بصة بنات انا عندي البطة هي المكان ده انا هعمل ايه? بسطول كده هالس الرقبة دي ودخلها فين? جوه الزور. يعني جوه هنا كده. هقعد احشر فيها كده لغاية مدخلها جوه هنا هوا. تمام? يعني هي تبقى جامدة شوية. بس ايه شدي ايديك كده عليها شوية كده لغاية تدخل هنا. تسدي لك المكان ده. اهو. شايفين? بصة بنات. بصوا. اهي. دخلت الرقبة من هنا هو. خلاص. علشان لما حب بحشي بقى كويس. هقوم قفلة بس من هنا كده بالفتلة بتاعتي. ابرة وفتلة جيب ابرة وفتلة ابيض لانهم ابيض. وقفل من عند الرقبة. بصوا بنات. عادي جدا كأنك بتخيطي. اهو. اهو. طبعا الخيوط دي كلها هتطلع اصلا عادي جدا. بشيلها وانا بغرف. اهو. هقفل بس عند الرقبة. انا مش هحشي من عند الرقبة اي حاجة بنات. تمام? هخلص خياطة وارجع لكم تقن. بصوا بنات. يا دلوقتي خلاص. اتخيطت من عند الرقبة. اهي. بصوا اهي اتخيطت من عند الرقبة. خلاص. هنبدأ بقى احشي. وهحضر برضو فتلة علشان بعد محشي. هخيط هنا هو. تمام? هنجيب بقى الخلطة بقى كده. ونبدأ ايه? نحشي بالمعلقة لانها سخنة. تمام? اهو. هنحشي بزي ما انتو شايفين كده. بصوا انا بحشي بالمعلقة اهو. كده. ده نستبايده. بحشي كده اهو. واخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. خلاصة بنات انا حشيتها. حشيتها كلها بالحشوة اهو خلاص. هخيط بقى هنا هو كده. هخيط برضو هخيط جوز ايه كده قدامكم? وبعدين هكمل. بصوا الابرة بتاتي تخينها شوية لان دي يعني بطة كبيرة. بيبقى الجلد بتاعها سميك. بيبقى شوئية. ازاي فرخة مسلا. فلازم تستعملها الحاجة اللي تمشي معها. تمام? اهي. اهي. اهي بنات. لغاية ما خلصها خالص. في النهاية اقفل خالص. اي مكان ممكن يتفتح يطلع لرز. بيطلع الخلطة بره. لأ لازم احتفظ بحاجة زي كده. وانا مسويها خلطة شوية ليه? علشان البط. البطة دي صغيرة في السن. فمش هتاخد سوى كتير كمان. فلو انت ما سوتيش الرز. او يعني خلتيه لين شوية. اه هيتفتح بقى ده كل ده لان طبعا ده بيسيب الجلد بيسيب الجلد بيسيب العضن. بعد ما بيستوى. وهتبقى مش لطيفة بقى والخلطة تاتيك هتطلع بره. ورز مش هيستوى. يعني الرز مش هيستوى. خلاص انا كده اه. عملتها كده خلاص اهي. اهي. البطة هي جاهزة يا بنات. بسم الله ما شاء الله جاهزة ان انا ايه هشوحها. بس لازم معلش بقى. طبعا عادة بقى حطت ايدي عليها وحشيته ومش عارف ايه? هشتوفها اول. هشتوفها وبعدين هوريك هشوحها ازاي? البطة هبنات بعد ما غسلتها ايه? حضرت لها طمط مية وقطع طاعة صغير. اه ورق لوري او ورق الغار اه يعني حبه هنتين كده ومستيكايتين. اللي ورق حبهان والمستيكا طبعا ملح وفلفل اكيد. اه سمى بلد اللي هي المادة الدهنية. هشوح بقى فيها الايه? البط. تمام? هشوح البط هوريكو بقى هشوحه ازاي? انا حطيت حلة على النار ومستنياها لما تنشفها. هادي حلة اهي على النار. طبعا لازم اجيب. حطت بقى خلاص المادة الدهنية بقى هشوح بقى الفرخة عندي. اه حطرت قصدي الحلة ههوط بقى المادة الدهنية بتاعتي. تمام? اهو. اهو. تمام? طبعا محضرة الحب عنها مستكة. اهو. ازا ما حطه في الحلة. طبعا اول ما ريحته تطلع. هقوم نحط عليه على طول البط. طبعا انا اجيب حلة كبيرة اوي عشان ياخد وانجل عليها بطماطر المعطاعة. هنجل عليها بورق الوري. وورق بحط الفلفل وبحط معلقة السكر. ليه معلقة السكر عشان التسوير. خلي باتكم من النقطة دي كويس جدا. ليه معلقة السكر عشان السكر كويس. تمام? سدرها بقى ده. هنرغبه كده بسكينة. كده. ليه بقى? عشان الشربة او الصص اللي يحط عليها والشربة والكلام ده يسويها من جوه كويس. ما يبقاش اللحم من جوه ياخد وقت في السيوة قوي. تمام? فلازم اغلط غاز كده ناحية السبر كده تمام? هستنى بقى لما تشوح الجنب ده او اقلبها عالجنب التاني. او مش هزم اقلبها عاجل جدا. وبعد انا هغليلها مية. لازم اغليلها مية. هنكشف بقى عليها بنات ونشوفها. دلوقتي اهي. اهي. خلاص. اخبت لول من الجنب ده. هقلبها بقى عالجنب التاني. بصو بتعمل ازاي? بصو بتعمل ازاي? يدوك بقى وننزل عليها بقى المية. بصو انا بنغزها ازاي? وبنغزها ازاي? تمام? بس هنزل بقى عليها بمية مغلية بس اول من المية ايه تتحضر. هنكشف بقى عليها بنات وهنحط لها خلاص المية المغلية. هي خلاص كده. هاخدت كده لوم من الجنب ده. خلاص. تمام? الجنب التاني بورده استضم. زي ده بالزرط. هعلي بقى عليها وحط لها المية المغلية. المية المغلية. هنقدر كمان من المية. خلاص. اه. هاسبها بقى تستوي بقى براحتها خالص. ولما تستوي هوريها لكم. هنعمل بقى بنات جنب البط النهاردة. حاجة بسيطة كده هي رز معمر. تمام? انا عندي المآدير كوباية شربة. اخدتها من البط. اخدت ريتلي لبن. عندي معلقتين كوبار قشطة. كنت محاوشاهم من اللبن وحطاهم في الفريزر. وسامن بلدي. وهحط الملح وفلفل على الرز. رز ده انا غسله. ونقعها يعني حوالي ربع ساعة بس. آآ وصفت وجبته. تمام? هحط يعني هي سنة ملح. تمام? وحاجة بسيطة. تمام? خليكم معي يا بنات. على المرح والفلفل اهو بنات. هقلبه كده تقلبة بسيطة. تمام? احط له بقى اللبن كله. معلش الحلة سخنة جدا. انا نستغال يا اللبن. اهو. اهو. هنزل عليه بقى بالقشطة. قباية الشربة. احنا هو بنات. واستمنا بقى معلش هيجد معلقة نظيفة. علشان استمنا. من فاشة حط المعلقة لتوسخت. حط معلقة كده ايه حلوة كده. معمر بقى وكده يعني. سلازم ياخد حقه. تمام? هدخلوا بقى بنات الفرن ولما يطلع هوريه لكم. سهل اهو ما اخدش مني دقيق ده هنا هقدمه جنب البط. تمام? ادى بنات البطة طلقت من الحلة هي صدناها خلاص. هدخلها الفرن وهو هعمل لكم الخلطة اللي هحطها على وشها عشان تدخل الشواية. المعمر كمان طلع من الفرن هو باسم الله ما شاء الله طحفة. لسه كمان حتى ما حططوش في الشواية مش هحطوا في الشواية هو كده عمل وش ما شاء الله. هعمل بقى قدامكم الحاجة اللي الخلطة البسيطة كده اللي هحطها على وش البطة هتديها طعم وهتديها تحميرة. وهقوم حطها عطول في الشواية. ويلا نجهز الخلطة بتاعة البطة. اه دي الخلطة بنات اهيا اهي حضرتها مع لها تسمى صغيرة ومعها لمونة ومعها نقطة بابريكا ونقطة ملح وفلفل وبحطها بقى على البطة. بصو اهو اهو بنات هده هنا هبقى كويس بيها اهي اهي وهدخلها الشواية. بصو بنات اهو شايفين اكيد هيت لمونة يعمل لها ريحة حلوة قوي السمنة تحفة البابريكا هتديها لون اهو اهو بنات اهو اهو كل الخليط بقى هعطوا فيها كده خلاص اهو هدخلها بقى الشواية ولما تطلع من الشواية هورها. اهو بنات البطة لما طلعت من الفرن خلاص. زي ما هي ما اتفتحتش من هنا زي ما اقولت لكم انا كنت اقفلها كويس ولا اتفتحت من هنا كل الخليط اللي جواها محتفزة به. اتحمر دباية جميلة جدا. الريحة روعة. الطعم هيبقى خرافة. وعملنا جنبها الرز المعمر. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس. علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.